اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة باخدوا واحدهون ودله كورة ولعب مع كورة وبتاع ده من ايه من الرئيس بصراحة الرئيس سيس الله يبرك له وده سوابه عند ربنا انا ما انا بتكلمش على رئيس جمهورية بقى بكلمش على انشاءات لا انا بتكلم على انسان وده انا بشكره فيها بجد يا رب ربنا يبرك له يا رب يبرك للجميع ان شاء الله طيب هبدأ معك بمبارة الاهلي اليوم مبارة الاهلي ومص المقص في الايتينك شدا لانت عشت فيه كتير مصر المقصة وطبعا النادي الاهلي بيتك النهاردة المباراة كانت حرفيا من طرف احد النادي الاهلي ومصر المقصة احتراما لزروف واحتراما لامكانياته هذا الموسم ما قدرش يعمل او ما قدرش يجعل اهلي النهاردة بكل الامكانيات العظيمة عندك حقق دي من اسوأ المباراة اللي شوفها مصر المقصة السنة طول عمر مصر المقصة ال8-9 متشددوا على الدولة اشتغلوا في الربطة شغلين كويس ولكن حظوا النادي الاهلي النهاردة فائل يعني لو بصيت على النادي الاهلي فيه 3-4 لعيبة عايزين يثبتوا نفسهم وفيه 2 لعيبة عايزين يرجعوا لمستواهم فكل دي كابتن دوافع عجبني اسلوب لعب النادي الاهلي اولا النهاردة التسليم من الرجل للرجل وكرة ما بتبعيدش كتير النهاردة افشا كان مزاجه عالي قوي ده عمل واحدة النهاردة الجنن الاحسين دي بتاعة خماسة كابتن كريم خماسي دي خماسي السرور ده اصلي احدش بعمل سرور في الـ 18 هو كان بره الـ 18 بخطوة دي بتاعة خماسة اصلي افشا العيبة خماسة فضلية يعني فدي انا شفتها انا قاعد بقول يا تارا هيعملها عالية ولا هيحطها باينية فباينية قلت صعبة املها املها بدكة جدا انا بقول لك دي اللي هي الخماسة دي بتبقى رايحة عجبني حسين الشحات النهاردة فاي اه يعني يا ربي يزيد عن كده صح يعني حسين النهاردة بقى يرقص كده وبتاعه يعدي وجاب جون حلو اه اه ما احتفالش النهاردة اه احترامة لمصر المقاصة اه اه ما دي مدرق دي لعيبة محترمة أو لعيبة ربية يعني شوف هو لسائب مصر المقاصة بقاله سنتين ثلاثة صح بس هو عاش فيها تلاتة اربعة سنين زي انا مثلا عاشت في المقاصة 12 سنة انا بزعلان النهاردة المقاصة لاننا عارف ظروفهم ايه ويمكن المقاصة بتلعب بطريقة دفاعية حلوة ولكن على مين على ام بي المقاولين السيراميكا احترام ولكن الاهل اللعبته او الزمالك اللعبته او بيراميز اللعبته مختلفة هو اللي تبتاعها بتاعرف ازاي تختارك ازاي ما اضعشوا منهم الكور يعني انا شوفت مشاطل المقاصة مسلا مع المصري مع سيراميكا مع الاتحاد سكن ما اللقرق دي ما قدرتش تختارك المقاصة زي ما الاهل اختارك من اليمين والشمال بتلعي اسمائي النهاردة في النادي الاهلي جميلة وعظيمة كانت لعبة مبارك بير بس ما قدرتش ميكي سوني اه عجب جنيه بس انا ما شفتوش بعد الجنيه اناها كريمة يعني اه يعني انا شفت افشل شفت حسين شفت كريم شفت الباكلفت محمود وحيد محمود وحيد كريم فوادي النهاردة عمر مبارك اوي ميكي سوني انا قلت بعد الجنين دي هيكثر بالدنيا الناس هتستعجب مني لان في ناس قناوات كتيرة الديتو مان افزا ماتش يعني انت معجبكش النهاردة مش معجبنيش هو لعيب كويسة كريمة ولعيب بس هو الدنيا تلتي ساعة يعني انت تابع الماتش كويس برؤية طيب يمكن عشان ما بيشاركش كتير ممكن ممكن انما انا بقولك هو وبرستاو لعيبة كويسة بس مش سوبر يعني ممكن برستاو شوية نما ميكي سوني مش سوبر يعني مش يعني فيجي منه كتير نما هو لعيب كويس يعني الجنين اللي جابه التاني ده بتاع واحد عريف اللي هو اللوب بدوت ولكن يمكن زي ما انت بتقول ممكن عشان بيهيد عن مبارات فرمت المبارات وكده لقى تلت ساعة وبقى يسلم في الرجل بشوف يسلم في الرجل طيب انا هقولك حاجة بصراحة وانت اللي هتقول لي صحة ولا ميكي سوني في معظم مبارات اللعبة مع النادي القلي اوانا هو بيلعب اوقات قصيارة ده واحد اتنين راجل ده دايما يلعب في كذا مكان يعني مرة لعبوا رايت وينج مرة لعبوا ليفت وينج مرة لعبوا رقم عشرة مرة لعبوا مكان علي معلول فاكر في مباراة لعب فانا برضو كلاعب لسه بحاول اثبت نفسي واسبت رجلي في الملعب انا بلعب فاربع خمس مراكز وفاوقات قصيارة نستني منه ايه ممكن وحاجة تانية انه هو السقة رايحة منه لعب محترف جاي وفنهد الاهلي وقدمه وكان ده كان في سينبا هو المعلم بتاحه يعني هو ده ميكسوني ده كان المعلم هناك فلما يجي هنا ما يلاقوش دور وما يحسش واكيد زميله بيقولوله او حد بيقوله بيترجم له ان الجمهور مش راضي عن اداءه الناس مش راضي عن اداءه لكن في حاجة غريبة قوي يعني انا بتعجبني في موسيماني بصراحة وبرضو في نفس الوقت بقول لا هو قبل كده في واحد صاحف يقال له ميكسوني بيلعب ليه بعدها قعدوا 4-5 مات شرط صح امبالح لجنة الكور قعدت معاه وقالوله ما بيشاركش ليه فوجيت النهارده انه بادئ معرفش دي حاجة كويسة ولا حاجة مش حلو هو من باب انه بيسمع فدي حاجة كويسة صح ويعني بيسمع اللعبه فبيلعب فيطلع كويس خاصة اللي قاله النهارده كان عنده غيابات كتيرة فممكن يشارك وفيه نهارده لازم يدور لعيبه يعني لازم يعمل التدويد دي عشان عنده ضغط مبارات كبيرة جدا لمدر عنده صبع مات شرط منهم خمسة فبطولة افريق بالزبط كده الناحية التانية انه ممكن بقى بوجيت ناصر تاني يقولك طب فين قرارك انت انت اللي جايبه بالزبط هي دي ما انا بقولك مش عارفه كويسة يعني بيتس المسيماني هو اللي مختار ميكسوني اه اه ودايما موسيماني يقول انا هتديه في وقت معين هتديه في وقت معين انا سناء خدت بالي ان الصحفي لما سألوا من شهر كده ملعبوش تاني بس هو برر النهارده في المؤتمر الصحفي قال مثلا ان بيرس تاو كان عنده الشخصية والكارزمة اللي تخليه يقدر ينساجن بسرعة لكن وشاء وعشار لميكسوني وحسام حسن قالي ان هم كانش عندهم نفس الشخصية والكارزمة اللي تخليهم يخشوا مع الفريق على طول بس قالي ان هم هيجوا مع الوقت لا هو عنده حق في ميكسوني لكن ما عندهش حق في حسام حسن لا هدف دهو دي العيب كبير العيب فرود انت اللي تدي له ثقة انت اللي تدي له ماتش واثنين وثلاثة زي ما اديت بوالية اربع خمس ماتشات وارع بعض ما كانش بيخبط في العرضة وترجع ما كانش مش ماشية معها بس كنت عملت تدي له حسن لغاية دلوقت ايه بس هو برضو الراجل هيلعب شريف واللحظة وانت عندك برستاو كمان وعندك برستاو دي مش كله عشان كده اي نجمي بيجي النادي الاهلي بيكون مكسر الدنيا برا داي خليني اه داي خليني اسعدك على محمد شريف انت شفت محمد شريف من ساعد كلاس الأمر من بعد كلاس الأمر مفيش ثقة خالص النهاردة عيني او مرة شوفهم بالتارفس درب صبيحة حتى مش قصده يعيب وخد انذار ومش من عوايده كل ده كابتن ضغوط عليه كل ده ثقة رايحة منه انا بطمنه وبقوله انت انت من احسن فرق مصر بقوله انت هتشير النادي الاهلي وهتشير المتخب مصر وانت لسه صغير فطلع من دماغك الحاجات دي هي تفتح معها بس بجون وهتلاقيها مشي بس انا مش فكرة انا حسيت بيه النهاردة يعني النهاردة لما الاهلي يكسب اربعة وهو ما يجيبش فيها الجوان ممارات الهلال السعود ممارات الهلال السعود ممارات الهلال السعود لا في حاجات كتيرة انا حاسس ان هي هربانة منه شوية ولكن انا بطمنه وبقوله لا جمهور الاهلي بيحبك جمهور مصر كلها بتحبك فلازم ترجع للمستواك قبل ماتش السنغال يعني محدش عارف بكرة فيه ايه هو مصطفى محمد كذا فرود لازم هما اللي يفوقوا عاصل انت لو دخلت على السنغالة انت بتجيبش جوانا شريف ولعبت مشكلة فلازم يفوق نفسه وينسى زي ما النهاردة فرحان بحسين الشحاد لا ابتدى ابتدى يرجع تاني عبدالقادر يبتدي ما ينزلش شوط التاني الحريف دايما لما بينزل شوية صغرين ما بيلحقش واحمد عبدالحريف حسيت النهاردة ان هو لا محتاج وقت طويل مباراة اللي فاتت مباراة الهلال السوداني عبدالقادر لعب اساسي على قفش رأيك ايه؟ وكان كويس لا الفكرة نفسها ان قفش يقعدك كان لازم اه طبعا زي اوباما في الزمالك اوباما كان لازم يقعد من فترة عشان يبتدي شد حيله يقعد عشان يريح ولا يقعد عشان عشان يتقرسه عشان يحس ان فيه واحد يلعب مكانه عشان يحس ان فيه بديل ليه مستدر مش حاس ان قفشة مثلا على مدار شهور كان عنصر اساسي في تشكيلة النادي الاهلي هو تقريبا الوحيد اللي ما كانش بيطلع من الملعب مش ممكن محتاج يريح شوية بدلين وزهنيا مش مكنش محتاج يعني انا مش قادر برضو حط تأثير على قفشة بشكل واضح انه مثلا مش بيدي الاهتمام لا لا هو مش مستوى قفشة بقاله شهر مش هو قفشة طبعا الشهور اللي فاتت دي حاجات كتير موضوع منتخب مصر ان هو متاخدش برضو انا ما بحبسش لعيب مهاري او اي لعيب يعني يتجوز وسط الموسم بالذات اللي ما يكون العيب ملتزم زي افشة يعني كان ملتزم في حياته اه انا بفضل ان بعد نهاية الموسم يتجوز مش عشان حاجة يعني باش يلكس يلكس في الملعب بس الجواز ده برضو كابتن اسرة وبيت وارتباطات وغزومات كل ده بيشغل دماغه فانا ما بحبسش دي مش بقول انه مستوى وحي عشان الجواز لا 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 او ملهاش علاقة خالص بس هو في حاجات كتيرة انما النهاردة اصلي افشة من لعيبة الكورة المهارية فمحتاج ده تفضيله دماغه قوي زي النهاردة يلعبه هو رايق فهو ابتدى يفوق نفسه مش فرقة مع بقى منتخب مصر يلعبه الراجل ما يلعبوش ياخدو ما ياخدوش افشة من نوع اللي هو بيقدر يتحمل مسئولية هو عنده دلوقتي انه اتخدت اهلا ما اتخدتش انا موجود في نادية وبكسب نادية ان شاء الله ده حاجة عظمية عايز ااخدك لنادي الزمالك الزمالك في حالة عدم اتزان فني واضح من ثلاث مباراة ويمكن منكسر ربطة كمان والزمالك عنده مباراة مهمة جدا قدام الوداد انا قلت لو على مستوى التشكيلة ولو على مستوى الجهاز الفني وما بصناش للمستوى الماضي للزمالك الزمالك ممكن يكسب المباراة دا يعني لو هيبدأ صفحة جديدة على مستوى التشكيل والجهاز الفني لو كمل على المستوى اكيد مش هيبقى في نتيجة اي جباية المفروض ازاي كارتيرون يتعامل مع المواقع ازاي يلم الفرقة ازاي التشكيلة تبقى مناسبة عشان يلعب قدام الوداد مباراة جبيرة في كذا بلانكا والمفروض يكسبها مشكلة مش في الفرقة مشكلة في كارتيرون نفسه كارتيرون مش مركز بقى له فترة كارتيرون بصص لحتة تانية ومش مركز مع الفرقة قوي الزمالك بيلعب احلى كرة يعني انت لو بصيت في مصر دلوقتي اهلي وزمالك بيراميز اللي بيلعبه كرة حلوة الزمالك بيوصل كم مرة للجون عشرين خمسة عشرين مرة مفيش فرقة توصل بالعدد ده معرفش بقى اللعيبة الثقة رايحة منها ما بيجيبوش اجوان في دلعة شوية في لاموبالاة شوية من بعض اللعيبة وده دور بقى الكباتن الكبار في الفرقة سيبك من كارتيرون ده دورش كبالة محمود علاء عبد الشافي وباما وباما ده كمان لازم يفوق وباما بيفوق وباما انت كابتن الفرقة فالمشكلة انت زي ما انت بتقول لو الزمالك لعب كورتو لا هيكسب الوداد في الوداد انا بقولك هيكسب الوداد في الوداد لو فضل على الحالة دي لا هيتغلب مش مش هيتعادل لا هيتغلب يعني انا شفت فريق سي الجدى اللي بيلعبه فرقة لا حول الله ولا قوة الزمالك وصل كتير وضيع كتير بس طب وبعدين كل سنة الزمالك بيحط جمهوره كده مطشين يتعادلوا وبعدين بيحصل بعد الشر حاجة يبتدي حزبة بيرما هوب برا البطولة لا الزمالك من اقوى فرق افريكا كابتن دلوقت يعني هو والاهلي الترجي الرجاء سوندوينز ولواني سوندوينز انا اتفرجت عليه مع المريخ المريخ فرمه لا الزمالك لازم اللعيبة مش كارتيرونا كابتن اللعيبة جوا بعض تلمة بعض ولعيبة كبيرة تقعد مع اللعيبة الزغيرة انا حاسس ان لا بنشارق عايز يمشي مش مركز مش عارف مين عمر السعيد بيلعب شوية سيفي الجزيري مش ده سيفي الجزيري مش مش شايف بجد فالعيبة اللي هي اللازم تلم يعني انما في المقدرة عايز اسألك على المصر والبيراميدز في الكونفيدرية عاملين اداء محترق قوي انا محبش برضو الروح لالي وزمانك وخلاص بس مصر والبيراميدز تحديدا عاملين اداء رائع جدا بيراميدز عامل مطش اللي فات دواد زي ما الكتاب قال انا بستمتع بلعب البييراميدز بيدافع كويس وبيهاجم كويس يعني الكرة الجميلة اللي بيلعبها بتخلي الواحد يحب يتفرج عليه عنه تشكية رائعة من اللاعبين عنده فرقتين وعنده مدرب محترم كمال لا اهاب اهاب من اللاعب من مدربين اللي عارف امكانات فرقته وفيه ميزة هو اهاب ما تحطهش تعطي ضغط يعني يبقى برحته فهو في بيراميدز ما عالوش ضغوط بتوسط جماهيرية جماهيرية طبعا لا دي بتفرق بتفرق يعني يعني هو في الزمالك ما تعب عشان جماهير انما في بيراميدز لا شغال معيني الشعباني اهل حاجة المصري عملها صح ان هو جدد له استقرار او سا كابتن اللاعب لما بيشوف المدير الفني قاعد له سنة واثنين لا 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 انا سامع المطاع وهلتزم وهتمرن انما الاسماعيلي اللاعبة بتاعته عارفة ان المدرب ده هيعد مطشين ويمشي وفكرة كمان يبقى عندك مدرب عنده خبرات وابطولات في المطاول الافريقية اه خلى المصري يكسب مازين بي وخلى يتعدل مع الكتن الادن الكاميروني اه في الكاميرون وكان ممكن يكسب المباراة في الاتين ابطال افريقيا اه مازين بي والكتن نهاية افريقيا مع الاهلي كذا مرة طبعا فالمصري لا يقدر صح ويقدر بشخصيته بلعبته بقدارته اللي بشكرها لان قدارته دي بقالها كم سنة كابتن بتصرف يعني ان المعسكرات كلها في اسكندرية وبرا ويوي فالله يبرك لهم ان هم متحملين صحيح اللغز بقى الاسماعيل الاسماعيل اه انا كنت خلصت بس ممكن اخل منك دي عن الاسماعيل انا الاسماعيل اصلي بعشاقه اه الاسماعيل ما ينفعش يحصل فيه كده اه وانا بقول وكان لازم حسني عبدالرب يبقى مدير كرة او مدير رياضي حسني هيعرف الهم الفرقة كابتن مينفعش اه رب انا يكرم حمد مسك الفرقة ولكن حسني ده ده عمود هيتكرم يعني مش هيتكرم يعني امتى الاسماعيلي بعد رموزه خالص يا كابتن علب جريشة عمد سليمان خالد القماش كل الناس بقدت طب امتى هيخشوا الاسماعيل مين هيرحق الاسماعيلي صح فانا بقول الجمهور الاسماعيلية اذروا الفرقة وبقول الحسني اصبر اصبر انت هيجيلك وقتك كابتن محمد الوقت معاك كان العادة بيجري زي الساروخ حبيب والله شرفت ونورتك كابتن محمد معاك خليك عشانك انت فاهم كورا كابتن محمد يا حبيب كتر خيلك نورت الدنيا كابتن محمد ده كان ختام حلقتنا الممتعة جدا النهاردة الحمد لله استمتعنا بيها النهاردة انا شخصي استمتعنا بيها يا رب أنتوا كمان استمتعتوا بيها كابتن محمد عبد الجليل كان هو ختام حلقتنا النهاردة في رقم 10 اشوفكم يا رب على اللقاء اشتركوا في القناة